أول نقطة لا لعبة هل أقولهم إذا نعرض عليك مسلسل درامي ولازم تختاري بطلة وحدة لهذا المسلسل أنت رح تخرجي منهم تختارين سرين عبد النور نادين ناسيب نجيم أو ماغي بوغصن هذول ثلاثة مثلا ما بيشبهوا بعض لا بالأدوار حسب شو الدور أنا إذا كنت دي ولا دراما دراما بجيب نادين تحبين تبررين؟ بحب أبرر؟ لا بحس أنه فيني أعطيها أدوار مختلفة عن اللابدن مخرج مدرستة أقرب لرندلة فادي حداد جاد شواري أو إنجي جمال يحيى سعادة الله يرحمه إذا ولا واحد من هذول؟ تبه فادي بيشتغل أكثر صورة أنا بروح أشياء مرات شوي جنونية تبه أنا كثير بشتغل حتى باللبس بالستايل أفانغارد أكتر عندي جرأة أكتر أنا أخيي بعملون إنجي أكتر شوي كلاسيك ما بعرف إذا جاد عمل فترة إشياء جنونية وهلأ رجع شوي كلاسيك ممكن جاد طيب فيلم مسلسل أو كليب فيلم مسلسل أو كليب فيلم مسلسل أو كليب بالتدرج؟ ماذا تفضلين إخراج؟ أفضل أو أحب أسايل؟ أفضل كليب أفضل كليب أفضل كليب قصدي إذا فيلم أنا كتبته شيء وإذا فيلم أحد أكتبه شيء إذا أنا جاي كمخرجي على فيلم مكتوب غير إنه إذا أنا كتبته إذا أنا كتبته أكيد فيلم طيب فيلم يناقش قضايا المرأة الحروب أو الطفل؟ المرأة ماذا أكثر قضية للمرأة؟ يجب أن يسلط الضوء عليها؟ هناك العنف ضد المرأة وعندنا في لبنان جنسية للمرأة متزوجة أجنبي ما فيها تعطي جنسية أنا استمعت أنه إذا يصير عندها ابن لا يصير تنطي جنسية ويكون غريب بلده والرجل بيقدر بس المرأة لا أنا هي مخلفته يعني ما بعرف غريب لأنه أغلب الدول البقية ضمنها العراق كان يتنطي نحن عندنا شاء الله ثانية بعدنا بتشوفوا انفتاح بلبنان بس عنا قوانين غريبة بكل دولة أكو قوانين غريبة ومزعجة جدا نتمنى طبعا أنه تتغير مشانيك نحنا شغلنا نضوي على الأشياء بالضبط النجمة اللبنانية المخضرمة اللي نجحت بالاستمرار كممثلات رولة أحمادي كارمل لوبوس أو تألة شمعون أوف ثلاثتهم رائعين طبعا صعب السؤال تألة يمكن موجودة أكتر أوكي صح المخرجة العربية الأفضل إناس الدغيدي كاملة أبو ذكري أو نادين لبكي نادين نادين لأنه كانت معي بالجامعة كاملة أصحاب آه والله كنا بنفس الصف أوكي وهي دل ومثلي آه أوكي وكانكم مخرجين صرتوا ليش مظلتوا مقربين من بعض؟ كل واحد بلد كل واحد عنده شغله وعائلته هلأ اتفرغت أكتر للسينما هي طبعا شون رأيتش بيها عموما؟ كممثلة أو ك هلأ كأخراج شغلة كثير حلو أكيد كممثلة كمان برهنت أنه قدرة تكون مسألة أشياء بأوروبا كمان بفتكر أعتقد ومثلت أيضا بلبنان كثير طيب المنتج اللبناني الأكثر تأثيرا اليوم أو يعني شركة الإنتاج الأكثر تأثيرا الصباح لو إيغل فيلمز لو مروان حداد الصباح أوكي النجم السوري الأنجح بالدراما المشتركة قصاي الخولي محمود ناصر أو عابد فهد الأنجح؟ أه هلأ كوصاي يعني عمل هلأ عم تحكي عن عابد فهد عمل شي جديد هلأ عابد كمان مش نفس الأعمار مش نفس ستايل كوصاي أوكي من الأول بدك تشتاري زين مع أنه محمود كثير قوي أي